بسم الله الرحمن الرحيم أحبة في الله هذا السؤال وردني حول صلاة السنة البعدية لماذا في صلاة الصبح وصلاة العصر لا يوجد بعد الفريضة صلاة سنة ركعتين سنة مثلا كما في العشاء أو المغرب أو الظهر الحقيقة أيها الأحبة قد يظن بعض الناس أن الصلوات فرضت عشوائيا وأن عدد الركعات عشوائي وأن هناك ركعتين سنة تصلى قبل أو بعد وهذا كله أمر عشوائي لا يا أحبة في الله هذا الأمر منظم ودقيق وله حكمة وعبرة لدينا خمس أوقات للصلاة كل يوم كل الأوقات النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفريضة ويصلي بعدها ركعات نسميها السنة هي تطوع هي نافلة تطوع لله عز وجل ليست مفروضة ولكنها نافلة إلا صلاة صلاتين الفجر والعصر الفجر والعصر لماذا؟ هل القضية عشوائية أم هناك حكمة؟ انظروا أحبة في الله دعونا أولا نفكر بصلاة الفجر والعصر ما هي الميزة أو الصفة التي تربط بينهما صلاة الفجر ماذا يوجد بعدها؟ شروق الشمس وصلاة العصر ماذا يوجد بعدها؟ غروب الشمس إذن هذين الوقتين بالذات أحدهما الأول صلاة الفجر مرتبط بشروق الشمس طلوع الشمس والآخر صلاة العصر مرتبط هذا الوقت بغروب الشمس ونحن نعلم أن الكفار كانوا يسجدون للشمس لحظة الشروق ولحظة الغروب وحتى الآن هناك من يجلس ويتأمل الشمس بعض الشعوب يعني يتأملون الشمس عندما تغيب وعندما تشرق ويعتبرون أن هذين الوقتين يعني من الأوقات المقدسة لديهم هذه عبادة للشمس حقيقة فالله عز وجل أرادك أيها المؤمن في هذين الوقتين أن تذكر الله ألا يكون السجود إلا لله يعني تصلي الفريضة صلاة الفريضة من الفجر ثم تجلس لتذكر الله لأن هذا الوقت عظيم عند الله وهناك آيات كثيرة في القرآن فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها إذن آيات كثيرة في القرآن تأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسبح الله في هذين الوقتين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وبالتالي إذن القضية ليست عشوائية فإذن أخي الحبيب صلي ما شئت قبل الفجر قبل الفريضة يعني والنبي كان يصلي ركعتين خفيفتين ولكن لو أحد تطوع بأكثر من ذلك يعني لا مشكلة بشرط ألا يفرض هذه العادة على الآخرين أو يتخذها كنظام يومي لكي لا يعني يغير سنن النبي عليه الصلاة والسلام قبل العصر صلي ما شئت أيضا من النافلة من النوافل ولكن بمجرد أن أديت فرضة العصر لا توجد صلاة بعدها حتى تغرب الشمس يأتي وقت صلاة المغرب طيب أخي الحبيب بالنسبة لي بقية الصلوات لماذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الفريضة وبعد الفريضة الجواب البسيط لأنه لا يوجد وقت تمنع فيه الصلاة يعني الصلاة بعد الفجر بعد صلاة الفريضة من الفجر إلى شروق الشمس ممنوعة مكروهة غير مستحبة وكذلك الصلاة بعد صلاة العصر بعد أن تصلي الفرض الفريضة إلى غروب الشمس أيضا غير مستحبة ومكروهة إذن هنا أخي الحبيب يعني نرى بأن هذا الدين منظم والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحترم هذين التوقيتين حيث يتفرغ لذكر الله للتسبيح والتسبيح هنا أحبة في الله علاج للإنسان التسبيح له فوائد كثيرة جدا أمرنا الله أن نسبحه في هذين الوقتين قبل طلوع الشمس يعني من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وقبل غروبها من صلاة العصر إلى غروب الشمس والنبي كان يفعل ذلك إذن يعني هذا جوابي على السؤال وطبعا أكيد هناك حكم أخرى هناك عبر أخرى ولكن أنا يعني نظرت للموضوع من هذه الزاوية فتبين لي أن هذين الوقتين النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لهذه الحكمة لكي تتفرغ للتسبيح والدعاء والذكر الله سبحانه وتخالف الكفار الذين يسجدون حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كره الصلاة لحظة الغروب ولحظة الشروق يعني عندما تكون الشمس في بداية شروقها أو بداية غروبها الصلاة هنا تكره بشدة لماذا لأن الكافر يسجد لها بينما المؤمن ينزه الله يعني لماذا التسبيح سبحان الله أي تعالى الله عن عمل هؤلاء الكفر تنزه الله وتقدس وتعالى عن ما يقوم به هؤلاء الكفار من عبادة وسجود للشمس التي هي مخلوق مخلوقات له نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر